من جانبهم أكد عدد من النواب أن الجلسة العامة لمجلس النواب قد ناقشت مشاريع قوانين وقرارات عديدة تهم المواطن في جميع مناحي الحياة وتستهدف تقديم خدمات متميزة وتسهيلات لجميع المواطنين صوتنا بشكل نهاي على عدد ست قوانين متعلقة مقدمة من وزارة التعليم العالي من وزارة المالية من وزارة البترول من وزارة الثقافة قوانين تتعلق بكافة مناحي الحياة التي تتهم المواطن المصري فيما يتعلق بالنواح الاقتصادية والمالية والتعليمية والفنون تعرض قانون التخطيط العام للدولة يمكن القانون الحالي هو القانون رقم 70 لسنة 73 هذا القانون مر عليه حوالي 50 سنة وكان وضع فيه ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية مختلفة تماما عن الوضع الحالي كان لزاما على الحكومة أنها تتقدم بقانون بيحمل كل ما تم من تطوير في كل المؤسسات الموجودة في الدولة تم اكرار قانون التخطيط العام للدولة المصرية وهي من أهم القوانين لأنها تدخل في تخطيط مفاصل الدولة المصرية بداية من قاعدة الهرم بداية من المحليات والوحدات المحلية والوحدات الإدارية تخطيط كما يجب أن يكون ويتماشى مع الجمهورية الجديدة مشروع القانون النهاردة اللي هو دمج صندوق تحصيل الأقطاد في معهد بحوص القطن التابع لمركز البحوص الزراعية من أجل أن يكون هناك توحد في الجهات الإدارية اللي بتتولى دراسة تطوير القط واستنباط سلالات جيدة يكون لها القدرة على إنتاجية عالية وموصفات أعلى مشروع القانون بخصوص دمج صندوق تحصيل الأقطان أنا من وجهة نظري هو مشروع ذات أهمية كبيرة جدا لأن الصندوق طبعا زي ما احنا عارفين أي صندوق يتوفر فيه مبالغ مالية المبالغ مالية دي هتعود بالأثر إيجابي على المزارعين طبعا هيبقى فيه استنباط سلالات جديدة هيبقى فيه تحسين للجودة المحصول